ينضم إلينا الدكتور ماك شرقاوي الكاتب والمحل السياسي دكتور شرقاوي أهلا بك معنا لم يمر أسبوعان فقط على فرض عقوبات على شخصية إيرانية من طرف واشنطن حتى عدت واشنطن اليوم لفرض عقوبات جديدة على 18 مصرف إيراني ما فاعلية هذه العقوبات دكتور ماك هو ما فيش حكي أن سايد ستيف منوشن وزير الخزانة الأمريكية يعني أصبح الآن محترف في تصميم العقوبات الإيرانية فأعتقد أن هذه العقوبات على 18 مصرف إيراني هي بتوقف تماما أي قدرة لإيران حتى على استغلال أصدقائها لغسيل الأموال والحصول على الدولار يعني أعتقد أيضا التضييق على العراق في الفترة الماضية والتنبيه على السيد يعني رئيس المزراء الكاظيمي أن هناك لابد أن يختار أي الطرفين ما يمسكش العصائم النص وأن لن يكون هناك سماح أن تكون الإعراق هي المكانة التي تستطيع إيران أن تغسل الأموال معهم فأعتقد أن الأمور أصبحت يعني واضحة أن الولايات المتحدة الأمريكية عادت بالسناب باك ولكن ليس من خلال ماجلس الأمن والأمم المتحدة ولكن من خلال الأدوات الأمريكية والتي أعتقد أنها أحسنت استخدامها مع إيران على مدار الأربعة السنوات الماضية وأتت أكلها فأعتقد رئيس دونالد ترامب هو الآن قادر على خنق النظام الإيراني والعالم كله يمتسد عندما قال لن يشتري أحد النفط من إيران خرجت الكثير من الأصوات من روسيا ومن الصين ومن تركيا قال لا لن نلتزم بذلك ولكن الجميع التزموا عندما يقول الرئيس دونالد ترامب لا الجميع يقول حاضر وأمين عادت يا دكتور ماك هم ما ذكرت واشنطن بسناب باك ولكن بطريقة ربما جديدة لأنه في مجلس الأمن كان هناك رفض من الصين من روسيا ومن أيضا الترويكا الأوروبية التي لم ترفض قبل هذا قرار للولايات المتحدة ماذا عساها تفعل إيران اليوم وهي لطالما استخفت بالعقوبات الأمريكية أعتقد أن إيران ليس أمامها إلا أن تنتظر وأن تتضرع إلى الله ألا يفوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات القادمة هم يعولوا كثيرا على فوز نائب الرئيس الأمريكي السيد جو بايدن المرشح الديمقراطي للانتخابات حيث الوعود التي وعدها جو بايدن إلى الإنانيين أنه سوف يعود إلى الاتفاق النموي وسوف يكون هناك حلحلة للملت مع إيران أعتقد أن بالتأكيد الشعب الأمريكي يرى هذه العقوبات ويرى رغبات الصين ورغبات إيران في إسقاط الرئيس دونالد ترامب ويمكن أن يكون ده من حوافز الناخب الأمريكي الذي يرى الآن هذا الرئيس القوي الذي حقق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الكثير من ملفات الدولية أن يكون ده إن شاء الله نوع من الزيادة رغبة الناخب الأمريكي إلى عادة انتخاب الرئيس الأمريكي ربا طرته النافعة أعتقد أن عادة انتخاب الرئيس الأمريكي معناها وصول إيران إلى مرحلة لابد من الخنوع أو الخضوع إلى رغبات رئيس دونالد ترامب والدخول في اتفاق نووي وجديد الرجل لم يطلب الكثير عزيزتي الرئيس دونالد ترامب عندما وضح وجهة نظره أن الاتفاق النووي في أربعة نقاط مهمة جدا النقطة الأولى عشر سنوات لا تكفي أبدا لتحجيم دور إيران في الوصول إلى السلاح النووي النقطة الثانية إتاحة التفتيش إلى كل المنشآت الإيرانية النووية بما فيها المنشآت العسكرية ولا تتدرح إيران بموضوع السيادة على دول على الماكنة العسكرية الموضوع الثالث هو لابد من إضافة البرنامج الفاليسي وتطويره إلى الاتفاق النووي النقطة الرابعة والأهم هي وقف هيمنة وسيطرة إيران على المنطقة ووقف هذا نظام المستعمرات الموجودة الآن المستعمرة العراقية والسورية والليبنانية واليمنية ووقف هذا الهراء مفهوم دكتور شرقاوي ولكن حتى الآن كل هذه العقوبات الأمريكية لم تأتي بإيران إلى طاولة المفاوضات برأيك هل ربما تكون هذه العقوبات الجديدة قد تصب الزيت على النار وتعزل واشنطن نفسها عن العالم بهذه العقوبات على إيران ولا سيما أن هناك رفض من الصين وروسيا وترويكا الأوروبية لا أعتقد عندما رفضوا من قبل الكثير من العقوبات على إيران ولكن نفذوها يعني النهاردة إيران بتنتج 500 450 ألف برميل من النفط وهي تستطيع أن تنتج 2.8 من 10 فأحنا أمامنا أمثلة ما حدث في الماضي القريب أعتقد أن الترويكا والصين وروسيا عندما يرفضوا في مجلس الأمن هذا شيء آخر عندما يكون هناك فيتو على إعادة العقوبات على الأسلاحة التقليدية لإيران هذا موضوع آخر العقوبات المتحدة الأمريكية تملك الأدوات التي تستطيع بها أن تخنق إيران وأيضا من يتعامل معها فعندما يفكر الشركات الصينية والشركات الروسية والشركات الأوروبية منها سوف تقع تحت سلاح العقوبات الأمريكية إذا ما تعاونت مع إيران أعتقد أنها سوف تمتسل وقد رأينا ذلك على مدار 4 سنوات الماضية فإذا فعلها الرئيس دونالد ترامب سابقا أعتقد أنه قادر أن يفعلها مرة أخرى ولكن نتضرع إلى الله أن يفوز الرجل في الانتخابات القادمة حتى تستقر الملفات الساخنة والشائكة والعالقة في منطقة الشرق الأوسط على الأقل لمدة 4 سنوات شكرا جزيلا لك من واشنطن دكتور مك شرقاوي الكاتب والمحلل السياسي